مرحبا برج الثور اهلا فيكم في القراءة العامة هاي القراءة تصلحة حق الطالع والشمسي وايضا القمري شنعن الطاقة العامة اللي عندكم عندكم طاقة فيه اشخاص يحاولون يضللونكم ويعطونكم طريقة خاطئة مشورة خاطئة عشان تسوون فيها الامور ليش؟ لان انت على وشك ان تحصلون فرصة العمر في شيء معين وقع عليكم رح يخضرونكم حق تسوون شيء او تمسكون مهمة معينة ان عندكم هني في انتقال الى ملكة السيوف في حالة ان يضللونكم ولكن محتاج وايد يا برج الثور تكشف تاخذ مثل العدسة هني تكشف الاشخاص على حقيقتهم وعلى نواياهم تقاوم ان ما تسمع مشورتهم كثر ما تسمع لصوتك الداخلي وحدسك حدسك الخاص لان فيه ناس وايد رح يكونون محيطين فيك مثلا يعطونك منصب معين او مهمة معينة يقع عليك الاختيار في شيء معين فتشوف يحط بك الاشخاص وايد زائفين اللي يتقربون منك لغرض واحد فقط لغرض انه هم يكونون قريبين من المصدر اللي يوصلهم لشيء اللي يابونا انت رح تكون مثلا امين على خزينة امين على مسؤول موافقات اوكي عندك مسؤولية او منصب ان تمنح الموافقات والتصريح لاشخاص وايد اوكي فاهم يبون او انت تحصل على هاي الموافقة فيبون يتقربون منك ولكن مو بنية صافية الحين ندخل في طاقة عندنا اهني الابزيرفر الشخص اللي يراقب احنا دائما هاي نسميهم الفلكيين ام اللي يقولون لنا متى رح يصير شهر رمضان متى رح يعتبرون العيد متى رح يحل الشهر الفلاني الملاحظ المراقب ما تقدر تلاحظ اهني عندنا القمر ما تقدر تلاحظ اللي لما شوي تكون بروحك اوكي وتشوف هني ثعلب الثعلب كلنا نعرفه مكر ولكن غير عن المكر الذكاء الذكاء اللي احنا محتاجين نشوف قاعد يقول لك تحلى بنوع من الذكاء اللي انت تقدر تتعامل مع جميع الناس جميع الاجناس جميع المواقف لان احسك رح تمر باشخاص على قد شعر راسك في الفترة القادمة ورح تتعرض لاشخاص اكثر كل واحد ياي من بيئة معينة كل واحد ياي من دولة مختلفة وعندهم اساليب جدا خداعة ملتوية من اجل خداع الناس وبعطيكم مثل مع ان انا ما يخصني هني بس بعطيكم مثل عشان تتضح امامكم شيء انا مثلا في قراءاتي في التارو اسوي قراءاتي هني على اليوتيوب ومخصصة الانستجرام التواصل في الخاصة على الانستجرام فقط من اجل طلب القراءات الخاصة فعندك هني ناس شي يساوون عندك ناس شي يساوون يتبعون اسلوب ملتوي عشان ياخذون منك اللي يببونه شنو يببون مني هاي الناس يببون ان يفتحون معاي موضوع معنانة وردي حدد ان لاحد يتواصل معاي الا من اجل القراءات الخاصة فيفتحون الموضوع ان لو سمحتنا بقراءات خاصة اضطرش لهم التفاصيل وبعدين شي يصير يسكتون ويرجعون بعد فترة يفتحون موضوع غير ما لخص في القراءات الخاصة يخص مثلا متى راح تنزلين قراءات الشهر متى راح تنزلين القراءات اللي كذا 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 نبي منك القراءات اللي كذا كذا معانا انا حددت اهني ويت عندك طاقة انت بعد ليش اعطيك هالمثال انا هاي المثال ويت قريب من طاقتك اللي قيتها عندين طاقة عندك سيوف محتاج تحدد محتاج تكتشف من البداية لاعبهم انا هالناس اللي بسرعة قدرت افهم طاقة السيوف بسرعة الحسبة بسرعة نقدر نحسب مشرط احنا يكون برجنا هوايا عشان بسرعة نقدر نكشف الكشف نكشف نوايا الاشخاص اللي جدامنا النية نيتهم مو صافية لما يكون الشخص ما يحترم القواعد اللي انت تحطها اوكي ما يحترم حتى ذكائك لانا لو يحترم ذكائك بيعرف انه انت تعلب انت تعلب تملك كل الموارد تملك كل الخدع في حيالك يا برج الثور عشان تتشكل بمئة الف لون وكل لون له مليون درجة تقدر عندك القدرة ولكن من البداية لازم تحط في بالك هالشي ان المرحلة المقبلة اللي انت مقبل عليها المنصب الجديد اوكي التعميد الجديد اللي راح يعطونك اياه راح يفتح المجال لاشخاص وايد من بيئات مختلفة من دول مختلفة ما عندهم مشكلة يستخدمون اسلوب ملتوي عشان يصلون لك انت الهدف انت ليش الهدف بتصير انت لانه قلت لك راح تملك في يدك انا حين مثلا املك نوع من طاقة الاستبصار او التارو او النصح انت تملك راح تملك او تكون مسؤول على خزينة قدلك او موافقات او منصب جديد نوع من السلطة راح تملك نوع من السلطة او كيف هو ويد لازم تكون حذر وهي الحذر ما ينفع تمشي مشوار وبعدين تكون حذر الحذر لازم يكون صديقك المقرب المرافق لك حتى في الليل حتى في الظلام الحذر من هاي الناس لانه مستحيل انسان سوي او كي انسان محترم انسان عنده نوع من الروحانية يعرف وفاهم القواعد ما في انسان ما يفهم القواعد وبعدين يلاقي اسلوب يبي يلتفي على القواعد وهذا التفاف وهذا استخفاف فيكو فيني استخفاف يستخفون عبالهم ان اذا اتبعوا اسلوب ملتوي راح يقدرون او كي انا هاي الناس اقابلهم ببلوك انت شلون تصرف معاهم بنشوف فيه القراءة ولكن الابزيرفر الملاحظ اللي عنده عدسة التلسكوب قاعد يقول لك من البداية لازم ترصد تكون الراصد بسرعة عندك السيفين وعندك فارس السيوف خلك جريء يا برج الثور لا تشكك في نفسك لا تقول لا يمكن انا ظلمتهم ابدا خلك سريع في فرز الزين من الشين الاشخاص الصادقين معاي من الاشخاص اللي ياييني ويبون يبنون علاقات او يبنون حتى شي معاي فقط من اجل ان يحصلون على موافقة معينة او يكونون قريبين من الشخص مني انا من برج الثور اللي في يدي الموافقات والسلطة عرفت قصدي؟ انت ما تقدر تحدد ليش الناس بهالطريقة ما نقدر ندخل في نفسياتهم وفي نشآتهم وفي البيئة اللي تربوا فيها بالنسبة لهم هذا شي عادي ترى لكن اللي نقدر نفهم من القراءة انه هني برج الثور انت بالنسبة لك هالشي معادي مو اسلوبك اللي تتبعه مو بيئتك هالناس فطلعهم بسرعة افصل طاقة السيفين افصل ولا تتردد انه عندك فارس السيوف اسرع فارس في التارو واكثر فارس يتعامل فقط مع الحقائق ما يتعامل مع المشاعر اشنان يعني لما انت مثلا نفرض انه هاي اللي بتحصله يكون منصب معين تمنح الموافقات في وظيفتك مثلا موافقات على شي معين اذا الطلب ما يستوفي كل الشروط ما في شي اسمه اني اتنازل اني اطوف اني اطوف طلب ما يستوفي كل الشروط عندي ما في بسرعة تحدد يمين او يسار قبول او رف ويكون فيه نوع من الجرأة ما عندك خوف من المواجهة ما عندك خوف ان اتزعى الناس لان اساسا هاي الناس لو يحترمونك كما اعتبروا نفسهم يقدرون يلتون على القواعد المحطوطة مو بس انت حاطها يا برج الثور محطوطة قواعد اسمونها كورتسي كومن كورتسي قواعد لباقة مؤسسة من كل البشرية من كل الديانات ما في دين واحد ما يملك قواعد لباقة في ناس ما تملك لباقة في يدك السيف لا تقول لي ما اقدر في يدك السيف انت عندك السلطة وعندك القدرة ولك حق التيرو هني يقول لك لك حق مثل ما انا لي حق اعطيها الناس بلك وازيلهم بسرعة من محيب طاقتي لان في ناس مثل الطفيليات يعيشون على طاقتك اوكي يعيشون على ان كل فترة ينقطون عندك يكلمونك يطلبون منك شي يذكرونك ليش ما نزلت الشي ليش وعتنا بهالشي ما سويت عرفت مو حبا فيك الانسان الجريء فارس السيوف الجريء ما عنده خوف انه ينظر الى المرأة وينظر في التلسكوب ويقول انا عارف وحاس ان هاي الشخص ما قاعد يتقرب مني حبا فيني لانا كنت مجرد شخص عادي موجود في اليوتيوب او في الانستغرام ما احتموا ولكن لانه في يدي شيء في يدي حرفة في يدي نوع من السلطة وهذي المثل اللي اعطيتك اياه ترى ينطبق على طاقتك هالشهر ما اعطيتك اياه الا لانه جدا امية بلمية مع طاقتك خلال هالشهر ما ادري انا بالضبط برج الثور ما تعاملت معه وايد من ناحية هالاخوة يصبر حسه يصبر او بسرعة يتخذ قرار في البلوك مثلا بسرعة يتخذ قرار في الرافض انه يرفض معاملة معينة يرفض مكر معينة صير تحت عينه ويرضى عليه ولكن هاي اللي النصيحة لك الموجودة سواء كان من اطباعك او مو من اطباعك طبعا بعد يعتمد على باقي القمر يتطالع عندك باقي الكواكب في وين موجودين في اي ابراج موجودين يعتمد على كل واحد خلطته وين ولكن بشكل عام هذة هي النصيحة لك وهذا هو التفكير نسيف بيدك انت الاسبوع الثاني ناخذ نفس ونقول الاسبوع الثاني شي قولك انا تذكرون خصوص المتابعين اللي معاي من بداية اليوتيوب كنت دائما نقولك ليس كل ما يلمع ذهبا هذي كانت طاقة سبعة الاكواب سبعة الاكواب هذي مو تارو ولكن ايضا هذا الكرت يقولك كل هذا البريق كل هذا البريق وفوق الجبل اللي كله بريق ماسك اقنعة لحظة سقوط الاقنعة بتشوف انا بقولك شي تعرف المثل اللي عطيتك هي عندك بصير في الاسبوع الثاني لحظة سقوط الاقنعة هي لحظة ان انت تاخذ لما فعلا تاخذ قرار بخصوص هاي الاشخاص وما تعطيهم الموافقة او ما تعطيهم الشيء اللي اهم يبونه منك بعدين رح تبين نواياهم الحقيقية بعدين رح تبين رح يبين حبهم الحقيقية وتعلقهم فيك هل يحبونك فقط لان انت قاعد تعطيهم خدمة معينة؟ هلا انت يحبونك لان انت قاعد تعطيهم على كيفهم؟ ولا لا؟ هني في الاسبوع الثاني انت تختبر الاشخاص هني الاسبوع الاول انت كأنما قاعد تفرز فرز سريع عندك حس هني برج الثور بسرعة رح تحصل منصب او مسئولية مثلا خلونك انت اللي يعطونك وكالة على ورث يعطونك وكالة او مسئولية ان انت تصرف في قبولة ورفض الطلبات اوكي؟ في شي نوع من ان القرار يكون عندك تشجع لا تتلكف ان انت تاخذ قرار اوكي؟ وقرارك يكون تتصرف على طبيعتك ما تخاف انك ترفض او تقبل على حسب القوانين الموجودة عندك او اللوائح اللي انت لازم تشتغل فيها لانه هني عندك لحظة سقوط الاقنعة في الاسبوع الثاني يصاحبها المزيد من طاقة السيوف عندنا عند الملكة السيوف الملكة المطلقة الملكة الارملة الملكة اللي راحت جهنم ورجعت من جهنم وما عندها مشكلة ترد الجهنم لانه مرت بكل الخرابيط وعارفة يسمونها الملكة المطلقة والارملة ليس لانه هي فعلا مطلقة لانه مرت بمواقف في حياتها خلتها دائما شنو اقول لكم مثل عندها قدرة ان تحط الاشخاص شوفوا الابراج المائية عندهم طاقة الحدس حسون لما الشخص بيتلاعب عليهم الابراج الهوائية مو حدس وانما يجمعون نفس التحاليل تحليل تحليل تقييم تقييم على تحليل هني تحليل شلو التحليل؟ التحليل يمعونه اوكي يخلقون في نمط يعرفون نمط الناس بسرعة يقدرون يعرفون اللي جدامهم مثل الاكس راي بسرعة يكشف عن نوايا الشخص اللي جدامه وهذا اللي راح يصيدك في الاسبوع الثاني راح تملك القدرة بس انت اللي لا لا تتردد يعني انت لا تتردد انت اللي لا تتردد لان خمسة السيوف بتشوف نفسك بسرعة اكثر حتى مما تتصور هني كل هالطاقات عندك سريعة اللي تحت في التارو طاقة هو ايه طبعا سريعة طاقة بسرعة من اشخاص يبقون يتقربون منك ويمدحونك وتعالي تغدى معانا وخلنا اطلع مع بعض ويسولفون معاك والضحكة طاقة الضحكة تشوفهم بسرعة ينقلبون على عقبهم مثل من رسول صلى الله عليه وسلم بسرعة المنافقين ما مدى الرسول توفى اوكي بسرعة المنافقين من مسلمين صاروا ورجعوا الى الى دين الجاهلية اعرفت هاي الطاقة اللي ما مدى الرسول اندفن اوكي ما مدى شيعوا بسرعة رجعوا الى زمن الجاهلية واخلاق الجاهلية بسرعة تشوفهم يرونك يراونك ويهم الحقيقي طيح الاقنعة وتشنك هنا انت واقف في طاقة ملكة السيوف تقول انا صج الحين مو ندمان يمكن في البداية كان عندي تردد تردد اني ارفض طلباتهم تردد اني اساعدهم ولكن الحين يوم رفض وشفت ردة فعلهم في الاسبوع الثاني تأكد اني قمت بالخيار الصائب تأكد ان هاي الاشخاص اصلا ما ابيهم يكونون معاي لان وجودهم معاي رح يكون ضار اكثر ما هو نافع كل هاي اللمعة كل هاي البريقة هذا مو ذهب ولا شي حتى تقدر تبيعه ويطلعلك دولار واحد في سوق الذهب كل هاي البريق ما يسوى ولا شي بريق على الفاضي معاملة ابتسامة ضحكة على الفاضي اوكي هاي اللي لازم تفهمها وهاذي الطاقة هاذي الحكمة هاي النصيحة تعمل لكل جوانب الحياة لضعت الاشخاص اللي يبونه منك وتشوف ردة فعلهم ردة فعلهم بتكون اول شي يسوونه بشكل لا ارادي مثل ما يقولون السكران دائما يقولي الحقيقة مو دائما اغلب الوقت هاي الطاقة بسرعة تخلي الشخص تشجع انه يقلع رداء التصنع فبسرعة راح ينقلبون على عقبهم مثل ما قلت لك انا احول اعطيكم امثلة عشان تتقرب لكم صورة طاقة الاشخاص اللي راح يكونون في دربكم خلال هذا الشهر برج الثور انت على وشك انه ترتقي هني عندك ارتقاء وظيفي مادي او كيف احذر ان الطفيليين اللي حاولون يرتقون على ظهرك وعلى حسابك ما يحصلون فرصة ممكن جمالات حتى في العمل ابدا ما كانوا مهتمين فيك او يحبون يتقربون منك ولكن من تحصل هاي المنصب او المهمة السلطة الجديدة في مكان العمل تشوفهم لا تشوفهم تعال تغدى معانا تعال تعال تعشى معانا يبوني صاحبونك هاي الاشخاص اللي لازم تحذر منهم اسبوع الثالث تستمر انت يا برد الثور في ثالث اسبوع غير متزعزعة قوتك غير متزعزعة تشلنا في ثالث اسبوع احس انه هنا لا تنسى عندنا خمسة السيوف رح تكون عندهم كاونتر موف كاونتر موف ضدك كاونتر موف بالعربي اللي هي حركة مضادة مو في هنا صاروخ في سلاح ثاني شغلته فقط ان يصيد الصواريخ فهني رح تكون لهم ردة فعل بسبب رفضك احتمال كبير ان احس هنا فيها طاقة شكوى يشتكون عليك اقولون مع انك هنا انت دائما متقيد بالصح والغلط الحلال والحرام باللوائح يحاولون يطلعون فيك شي غلط ويشتكون عليك يروحون كجماعة خمسة السيوف وروحون كجماعة كجروب احسوا هنا جروب ترى مو شخص واحد جروب انزين يروحون يجتمعون عليك كيش تكون عليك هني ترو شي يقولك اربعة الاكواب وكرت برج الاسد القوة شغلتين لازم تسويهم خلال ثلاث خلال اسبوع الثالث اول شي تحافظ على ان عاطفتك ما تتمكن منك العاطفة من تتمكن ليش صلعت عندك طاقة السيوف العاطفة من تتمكن منها انزين صير جوابنا او حجتنا اللي نقدمها للناس ضعيفة واهنة ما نقدر حتى ان كنا على صواب الناس ما نتشوفون منها غدة فعل عاطفية حسون بنوع من الضعف محتاج هني تسيطر على طاقة الماء طاقة الماء ما راح تكون لصالحك فان انت تجاوب على ليش رفضت تعيين هذا الشخص ليش رفضت طلب هذا الشخص او ال ليش رفضت طلبه ليش رفضت ان تخلص له المعاملة غصلا اذا كنت مثلا في وزارة او شي تشدي هني كأنما من الاسبوع الثالث خل الفايل خل الاسباب كل طلب ترفضها كأنما خل عندك مثل الدفتر تكتب نوته تكتب ملاحظة شنو كان ناقص من كل معاملة او شنو سبب ان انت كل خياراتك كانت بهالسبب او بهالطريقة رفضت معاملة فلان شنو السبب تحط الملاحظة على جنب فالجواب يكون موجود عندك كل اللي تسوي ان تفتح الدفتر وتقرأ لهم الجواب اي ردة فعل عاطفية راح يستخدمونها ضدك هاي العصابة فيه عصابة عندك عصابة قاعدة تتحرك ضدك يابون ياخذون منك اللي يابونه سواء بالطيب بطاقة النفاق او بطاقة المواجهة حتى ما عندهم مشكلة يروحون للراس الكبير للشخص الكبير ويشتكون عليك لكن لما انت تكون في الصح برج الاسد لما تكون دائما انت اللي على حق اوكي مستحين يقدرون عليك فانت هني التحذير لك ان لا تغلط لا تعطيهم موافقة او لا تسوي شيء من اجل ارضاءهم حتى لو ارضيتهم بيتحول الشيء الى ابتزاز بعد فترة وبعد بيشتكون عليك بعد تطلع ان انت مقصر فخلك مقصر في نظرهم ولكن مو مقصر في نظر القانون والاجراءات هذا اللي راح يصير بالحالتين كأن ما احس هني ان بعد راح يخضرون ان يشتكون عليك deep knowing المعرفة العميقة اوكي بس هني اذا تلاحظون البومة البومة ايضا طائر ايضا طاقة هوائية قاعدة تضحك البومة قاعدة تضحك وهي واكفة على القمر القمر دائما يسمونها طاقة الظلام طاقة الاشياء اللي مش واضحة ومع الاسبوع الرابع عندنا كرتين من الترو ثمان الخماسيات والغصن الاول احس هني اللي راح يصير في الاسبوع في الاسبوع الرابع وفي نهاية الشهر راح يصير موقف يخليك انت تضحك او انت اللي تتشمث بهاي الاشخاص شان اللي راح يصير احس هني سيناريو هين اما راح ياخذونهم وقطونهم برا بما معناه لو كانوا زملائك في العمل راح يعاد تعيينهم في مكان ثاني او راح يفرقونهم يفرقونهم لو هما صارين عصابة وكلهم في قسم واحد راح كل واحد يقطونه في قسم ثاني اوكي ولكن راح تحصل ثقة اكبر من الاشخاص اللي عاطينك هاي المنصبة وهي السلطة انزين ونفس الشي لو كان الوضع عندك في زواج او في شراكة او في او في حتى مشروع لو كانوا موظفينك اهمى اللي قاعدين يسوون هذا الشي فكأنما في الاسبوع الرابع راح يكون فيه نفس طاقة التفريق الغصن الاول قاعد يفرقهم هاي العصابة يقض كل واحد في قسم راح يضعفون عن طريق التفريق اوكي ها تشجعك الطاقة او يقولك ان هذا اللي راح يصير راح يصير شيء يفرقهم انت ترجع الى عملك تحترف زيادة فيه كأنما احسك هني تقعد مع الاشخاص المهمين في نهاية الشهر وتقررون اضافة شروط جديدة عشان تتفادون ان تمرون بوضع مشابه عرفت قصلي؟ يعني ان تحطون قانون زيادة او اشتراط زيادة عشان ما تردون تمرون بموقف مشابه مع نفس الاشخاص وهذا الغصن الاول قلت لك احسه في طاقة التفريق طاقة ان كل واحد يكون لسببه كل رفض كان لسبب ويكون فيه كتابه احسيني كتابه تحديد بالضبط وانت عارف اسباب رفضك اسباب رفضك ما تخص العاطفة تخص السيوف تخص عدم استكمالهم لشروط معينة اوكي؟ فكأنما هني احسك كنا قاعد تكتب تعبي تقرير ترفعه الى الجهات المختصة الى الجهات العليا اسباب رفضك لهاي الطلبات نزيل ولكن الانتصار راح يكون ان شاء الله من حليفك اذا اتبعت هاي النصائح خلال هذا الشهر انت اللي راح تكون تضحك في الاخير انا تشوف هني اللي عندنا الطائر اللي هو البومة مثل اللي قاعدة تضحك بهدوء او تضحك بسكات وراح اسحب لكم الحين طاقة الحيوانية قبل ما اخلط الكارتات هذا الكارت كان موجود تحت سارفش نجمة البحر جدا يليق هذا هو الكارت ويليق بالقراءة سارفش دائما هذا الكارت يتكلم عن الجمال السطحي الجمال السطحي الشيء السطحي الشيء الزائف هذه طاقة الاشخاص اللي انت تعامل معاهم تعاملهم سطحي نواياهم سطحية محتاج انك تتعمق اكثر بالتلسكوب فاير انت النمل الناري طاقتهم مائية حاولون يستفزون منك نوع من العواطف او يستفزون منك اما عواطف ان انت تصير صديقهم اما عواطف ان يشتكون عليك باي طريقة حاولون يستفزون منك طاقة المياه اللي انا حذرتك منها هني او يخلك في طاقة النار في طاقة مباشرة عملك في طاقة السيوف بعد زينة ولكن لا تدخل في طاقة الماء انزين الفاير انت هم بيسوون قتلك هني يسوون حركة عشان يستفزون منك ردة فعل معينة ان شنو المفروض خلال هالشهر تكون يكون ردك على هاي الاشخاص دائما النمل الناري يتكلم عن جيش جاهز ومستعد وكل جندي في هاي الجيش عارف شغلة عارف بالضبط الى اي مكان ينتمي عارف يعني مو كل النمل شغلته جنود بعضهم جنود بعضهم يبنون بعضهم نمل عامل في شيء خصهني ان انت تتعمق زيادة في الشروط والاشتراطات وحتى السلطة تدرس السلطة بالضبط اللي عاطينك اياها او اللي راح تحصل عليها قريبا السلطة هاي تسمحلك شنو تسوي وما تسمحلك لازم تعرف حدود سلطتك لازم تعرف تكون متمرسة زيادة فان تفهم قوانين هاي السلطة او تفهم اشتراطات العقد اللي انت على وشك حتى انت توقع مع هاي المؤسسة انزين تعرف مكانك بالضبط وتعرف شلون راح تتصرف لا تتردد اوكي لا تتردد دائما النمل النار يتكلم عن الدفاع وعن الشراسة لا تتردد في الدفاع عن شيء انت عارف انه خطأ لا تجامل هذه الطاقة تقولك لا تجامل لانه في الحالتين هاي الاشخاص راح ينقلبون عليك فخلهم ينقلبون عليك وانت صح وانت كل الاوراقك رسمية موجودة كل اسبابك حاضرة ولا تخليهم ينقلبون عليك وانت فعلا عطيتهم بعطيكم مثال يضحك لمدى خبف الناس وما بتصدقونه يمكن حتى ما تصدقونه بس لحد الان انا اتذكر هاي الموقف كنت في الابتدائي انا دائما كنت من الطلبة المتفوقات الطلبة المتفوقات عندنا يخلونهم اما يساعدون الطلبة الاضعاف او اما يصححون لهم الاجوبة انا احنا نكون متفوقين شاطرين بسرعة خلصنا اجوباتنا فيعطونا نصحح حق الطلبة يعطونا حتى المدرسات قلم احمر عشان نساعدهم نصحح حق هذا لك الطلبة اللي اضعف منا هذا الشي دائما يستدعي ان في احد راح نمياتك وموزينة معاك دائما في احد يبب يكون في مستواك مو بجهدة ولكن بطريقة ان يخرب عليك هاي الطاقة انا قاعد اطبقها على قراءتك انزي شنولي راح يصير في مرة في واحدة كانت اجابتها غلط اوكي انا بالغلط حطيت لها صح بعدين لما وصلت قرأت كامل الجواب كل الجواب اكتشفت ان جوابها غلط فقلت حرام لبنية ليش اسوي لها خطأ كبير او اعلم على دفترها اسوي لها خطأ واخليها مثلا يتشوه تتشوه صورة صفحتها قلت لها اروحي عدلي الجواب الجواب كذا كذا وتعالي اتأكد منها تدري هاي الطالبة شنو سوت الطالبة خذت الصح اللي انا سويتها بطيبنية واللي انا عرفت ان خلاص المفروض ما اعطيها الصح ما اعطيها الموافقة على جوابها كنا صغار ترى كنا في الابتدائي بس اتخيل طاقة الخبف موجودة متأصلة في بعض البشر ترى متمرسين اكثر منك في الخبف ولكن انت عنديك القدرة ان تكشفهم وهذا الدرس كان جدا مهم لي ان لا تطلعين من لائحة لا تخافين ان تشوهين صورة احد لا تخافين ان تحطين اكس على احد لان الصح اللي انت حطيتي الموافقة اللي عديتي عليها وان كان موقف سخيف ولكن اثر عليه لكل حياتي عقب بقول لكم اشلون راح اتخذت الدفتر وبدل ما تعدل الجواب ترجع لي اتأكد منه راح اتودت للمدرسة قالت لها ان تشوفي شلون عليا وما تحرفت صحح مع اني من الطالبات المتفوقات المبدعات راح اتودت لها الدفتر قالت تشوفي اعطتني صح وانا جوابي غلط تخيلوا مستوى في الطالبة طفله من الابتدائي شلو اللي صار اللي صار ان انا من هذاك الصف تقريبا كنت في ثالث ابتدائي من هذاك الصف لحد ما طلعت من مرحلة الابتدائي تخيلوا نفسيا ما تقبلت اني اكون متفوقة ما رجعت لمرحلة التفوق بتقولون شلون موقف جذي بسيط غير هذا الموقف غير ان انا عمري ما وثقت فين المدرسة عقوبها اني اصحح الدفاتر وانا كنت دائما متعودة اني اكون من الطالباء اللي عندي مستوى سلطة معين في الصف مشكلتهم ماذا يغارون مني بس انا عندي مستوى سلطة معين ودائما قريبا من المدرسة والمدرسة دائما تثق فيني وعندي اصحح من بعدها المدرسة صارت مهما اراويها جهد ما تثق فيني خلاص سلطة افقتها بسبب خبث احد بطيب نية مني انا بعدين اتخيلوا من هذاك الصف لحد ما تخرجتي يعني يمكن احتج ثلاث سنين عشان اتعافى نفسيا من الموقف هذا ما رضيت او خلاص ما عدت احط الجهد اللي احتاجه عشان اصير متفوقة او احافظ على شيء اسمه تفوق لان خلاص انا عنالي التفوق انه يكون عندي براستيج معين في المدرسة دائما فقط هاي التفوق خلاص ما ابي وكنت انا بعض طفلة فهاي النوع من المواقف ما يتحمل منك مرونة يا برج الثور ابدا 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 انت ما تعرف مستوى الخبث ومستحيل تدرك مستوى الخبث اللي راح تضطر التعامل معاه في المستقبل كل اللي تسويه انه لا تمنح الموافقة لاي شيء وتعمق تعمق فيه دراسة الانظمة والشروط لان عندك اشخاص خبيثين اشخاص ظاهرهم غير باطلهم اشخاص طول حياتهم يراقبونك ويغارون منك ليش مش شرط ان انت ملك الكثير مش شرط ان انت ايلبرت اينشتاين ولا انك انت ايلبرت اينشتاين ولا بنصير مثل هذا الشخص ولكن طالعوا ان في يدك شيء ويغارون منه يبون يوصلونك لمستواهم يبون يوصلونك لمستواهم مثل ما اهمى طالب ايوني انا عشان اصحح لهم عشان انصحهم يبون يشوفونك في نفس مستواهم مو افضل منهم كل التحذير وكل الحب وكل التقدير